إداية السؤال قاعد يتترح اليوم علاش هذه الظاهرة؟ هي ظاهرة في نهاية الأمر ما هيش ظاهرة في تونس فقط هي ظاهرة عالمية وأنتي بش تأكد أن الشيء هذه ولكن علاش الظاهرة هذه في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرينية قاعد تنتشر أكثر مما مضى هل لأنه ولا الإعلام يوصل للصوت أكثر وهي ما هيش قاعدة تتطور معتها على مستوى النسبة أم فعلاً النسبة قاعدة تتطور بالكداو قاعدة تتقدم في السنوات الأخيرة ما هي الأسباب اللي تخلي الشاب أو طفول صغير في مقتبل العمر في سلم وراهقة يلجأ إلى هذه العمليات أو إلى حد أو وضع حد للحياة المتابعة نحن قبل كل شيء الانتحار كما كنت تقول سيد تكسي سيف هي ظهرة عالمية يعني نلقاها في البردن الكل نلقاها في البردن الأجنبية في البردن الأفريقية يعني مش مقتصرة كان على تونس الإحسائيات اللي خرجت تقول تقول فما 75 حالة انتحار ومحاولة انتحار في تونس في سنة 2024 واللي نلقاها النسبة هذية نلقاها 47% عند الشباب و18% عند الأطفال اللي هي تسمى نسبة مرتفعة كن نفسروا احنا شنو الانتحار هو قبل كل شيء هو ظهرة هو فعل إنسان أقدم على حاجة سولو كما قلنا بساجة لكت صار انسان حاب يحط حد لحياته بالضبط نجم تكون بدت بفكرة ولا بأفكار وصار بساجة لكت كما صار بساجة لكت طول دونك هنا شنقوله يعني في البداية تبدأ عنده نية الوضع وإلا هو عمل وسيل الضغط أو معنتها حبي يعمل حاجة اللي بش يجلب الانتباه يعني ما عندوش نية الانتحار في البداية وإلا فعلا هو قرر صراحة وضع حد لحياته تختلف الوضعيات اينا فما اللي نلقاها مثلا حابو يستعمل لكم ويندو شانتاج ولا بخوفوكاسيون للأولياء وفما اللي نلقاوها معنتها خمم وخطلها وأقدم عليها وفما كما نقوله حنا صارت نتيجة فكرة وإلا أفكار فما فشلت مرة فما ديزيسي من قبل دونك ساديبو انتي والوضعية انتي والحالة مناجموش نقوله هي قصدها بشي انتحر معنتها فما نية وسبطا كيما يناجم ما يكون معوش عندو نية الانتحار كنت في كونتكست وإلا في نقوله واحدة خمم في حاجة كيما قلت انتي متاع بشي أثر على الوالدين ولا بشي يجلب الانتي به دونك مش في مخو بش يموت فكلا في البداية جوز بشي يقدم على حاجة وبيش يمنع من بعد وبيش يعيش من هكا وسيلة متاع قلو احنا الضغط فلا ماناجموش نقدر كل حالة اه واحدة نقول احنا شكة الى سبيسيفيك متاع كل شخص كل حالة تدرس وحدة تدرس وحدة صحيح ماناجموش ناخدوها معنتها في العمور اينا اه بالنسبة الحاجة الهمة اللي احنا لاحظنا اللي اللي حسب الاحسائيات كيف كيف اللي هي ثاني سبب وفاة الاعمار بين خمستاش وتسعة وعشرين ثاني حالة في العالم ثاني سبب وفاة ثاني سبب وفاة خاتر في العمور اينا صغار يبدو لباس معنطا حتى كي بش تسير وفاة يا سملة على صغيراتنا كل يا ما سويت دي زاكسيدان وإلا دي ملادي معنطها قغاف دونك اه بمعنتها الاهمية متاع الظاهرة هذي كما كنت تقول سي سيف ثاني ظاهرة في العالم الاسباب نعم نسمع فيك بالنسبة للاسباب كي قلت للاسباب زعمل شنو ترجع فما عادة اسباب كي تقولي انتي عليش قاعدة طوبة ولينا اللحظة وفاة اكثر من اقبل فما متغيرات قاعدة تصير في في وقتنا اينا باعي اكزامبل لتلاق ما بين الولدين الولدين ولا في نسبة كبيرة مرتفعة يساهم الشي هذا يساهم تبعت الحال يساهم دون كالسانس ما عادش نلقاو وكل ساعة ما لو غزمان كيف يصير التلاق ما نتعملوش مع التلاق بطريقة حضرية وبطريقة سليمة شو معنها صار التلاق بين لام والبو من نقعدو نتحملو مسؤولية الصغار انا نتحمل مسؤوليتي ونقوم بوج بك ابو وانا نقوم بوج بك ام يعني لو ما لوغ سمحني في الكلمة نقولها اون دي غي يصير تلاق مام للاطفال واضح كأنو طلق الاولاد معنا ومع امهم ولا او هي طلق تراشل مع اولاد يعطيك الصحة دون كوني شنور يصير الصغار يغيب بكل اكي نقولو احناك الاحساس بكل الامان بكل ومعادش مثلا هكا الاولياء يقوموا بالدور كما يلزم يسمعوا صغيرهم يحكيوا معه يبدأ في مشكلة يرجع لهم دونك فما الطلاق كما قلنا فما المشاكل تبدأ حتى ميكونش فما طلاق ميما فما مشاكل فما خصومات فما كنا نلقوا فما عنف متبادل بين لام والبو كلكو سوى العنف اللفذي والمعنى حتى العنف في اللفذي رو مهوش ميقلش اهمية اينا اينا اه فما كيف كيف الصغار اللي تعرضوا للضغط في المدرسة ولا في المدرسة الابتدائية والاعدادية نلقى مثلا اه تنمر افكتيف من التنمر رانا ما نعطيوش ازا ما نقولوش راو حاجة بسيتة ولا راو تنمر اه اذا برشة صغار معانا تتسبلهم في برشة اقلق واذاء نفسي كاريما فما كيف كيف كي نقاو فما اقلق ولا امراض نفسية كيما الاكتئاب كيما النوبة الهلعة اه نلقاو زادا امراض اخرى كيما البسيكوز معناتها فما امراض تقديل الموت فما تخوب البيبولار اه كيف كيف نلقاو فما في قدين وحينا ما نعطي في كلكو سوى كيقونا يبدا ببارون ديفورسي ولا سيباري ونجمو حتى يكونوا ببارون موجودين ميصغير ميحسش كل بالامن والاستقرار كالعائلي كالانسي جاي ميتعدلوش الصغير ميحسوش اه فما كيف كيف نجمو نلقاو اه الصغار يتعرضو للتحرش الجنسي ولا الاعتداء الجنسي سوختو وقت اللي ما يحكيوش ايواش دونك يو قد يعيش المشكلة واحدو ويتعب نفسانيا وينجم توصل به لحكاية للانتحان فما كيف كيف نلقاو المراق وقت اللي يتعدى فما جانب زادة من عشق انت شاطرني راي واستاتي الحاجة والخصاصة والفقر صحيح فما جانب فما صغيرات اللي ترقاها يعمل فيكم باريزون مبين ومبين نحكي لك توك كم ورب يراو معتها نشوف نشوف معنتها في بعض الصغيرات خاصة في فترة العيد وقت اللي يرجع ومالعيد وكذا وحواج وكذا وترقا شكون يبدأ هكا شوية الظروف ماهيش ولابد فالشي تراع على وجهه ما نجمش يساهم هذا في أو حتى في التفكير مش بالضرورة ما نجمش يساهم هذا الفقر والخصاصة والحاجة ما نقول لك ما ينجم مي نلقاو خطر نظهر الانتحار مش كن في اللي كلاس سوسيال دفافو غابا حبيت نوصل بك لنا نجمو نلقاو خطر هي ظاهرة هذين تشمل حتى لكلاس سوسيال الكل معنى الشرائح الاجتماعية الكل نلقاو فيها يعني مش بالضرورة خطر فما جنب الفقر وإلا الحاجة اللي بيش تخليه نجمي خمم في حكاية كي من هذي واضح فما كيف كيف من ضمن الأسباب إسانسيالما حاجة أمبورتانت الإدمان بأنواعه يمكن هذي الحاجة اللي اللي نقول وحنا فصرت تغيير في المجتمع وكان مش كان في المجتمع التونسي إحنا كنشوفوا كيفش استعمال الإنترنت بطريقة غير سليمة فما ألعاب انتحارية مثلا فما برش حاجة صغيرة وقت تعطي التليفون وما ترقبوش ما تعرفش في شنو قاعد يتفرج ما تعرفش في شنو قاعد يشوف ما تعرفش في أنا عبيت قاعد ساعاتنا لقاو مثلا مراقين عمرهم خمستاش وستاش في الديسكوسيون وعندهم دي زمي في عمر ثلاثين اللي مهم مش قرب مهم مش فرد عمر وهوني لو ما لقاو وقتي جزدي يزيد أكثر المشكلة يزيد هو وقت اللي يكونوا ساعات صعاب وميعرفوش كيفش يتعاملوا مع الصغير شنو يصير الصغير يوالي يهرب بش يلقى كما قولوحنا ملجأ في حد آخر المشكلة شنو اللي يصير هنا الملجأ إما يلقى ناس في عمره هو مع انت فماش ننضج في العمره ذاك دونك حتى كي بش ينسحو ولا بش يعونو مش بش يكون طريقة سليم كي ما ينجم يلقع بداخلين في عمره ما أكبر ينجمو يبتزوه ويستغلوه دونك هذي اللي نجم زدي يأثر بسلب هوني معناتها رسالة نيداء للي باران سي سايف نقولولهم راهو الحديث مع صغيرك مهم برشة 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 ساعات احنا ما غير ما نقذوه نروحو احنا بينا فما الضغط فما تعب فما قلق فلا دونك ما غير ما نوشعروا ساعات نحسو صغرنا بالمسؤولية بطريقة ماهيش صحيحة شمعنها كي يقولوا انت سبب في التعب امتاعي وكي مش منك انتي وانتي ساعات نحملهم حتى لا نمشي معك البعيد كي ما كنت نحكي معك في القوة في قبيلة انا عن نفسي نحكيه لك انا انا عن نفسي من بين الاساليب اللي اكتشفت طلعت غالطة نستعمل فيها انا ومش عيب ان يقول اني انا اغلطت فيها بش ولاد الناس او لبارون اخرين ما يعملوش نفس الخطأ اللي ارتكبته انا ديما نحكي بمنطقة انا تعب عليكم وشوبوكم وكذا وشوبوكم تعب عليكم وكذا كل احساس هو وسيلة في بالي انا وسيلة ضغط بش هو يحسن من امور ويحسن من قراءة ويحسن من تصرفات ويحسن وهو في الحقيقة هذي وسيلة ضغط سلبية في الحقيقة حسب نقلت لي انتي هي وسيلة انا مرهيش وسيلة ضغط تخنتك حكيت لي حسب حكيته لي انتي سايف هي وسيلة بتحمل صغير المسئولية بالضبط فلا دونك صحيح بيك نحملوها صغير المسئولية اما نشوفو كيفش الكلم مره وخطر نقولو احنا بيتنا نتحكمو في الغضب بتانا نتحكمو في رويحنا نتحكمو انا حتى كيفش نحس صغيري بمسئولي قلو شوف انا قايمة بدوري وانا مأدي واجبي معك ملمس تحب انتي كل واحد فينا عنده حقوق وعنده واجبيات انا انتي واجبيك هاو شنو بشت بطريقة نوصل هالمعلومة مي مش مش تكون طريقة اللي نوالي نخليه سيء صغير يحس بالذن واللي يحس بكون هو مشكل كلكو سوات ديريكت سبب ديريكت ولا ان ديريكت نقولو احنا ساعات انتي تلقى مامي مثلا فيما دي باران يوصل يقولو يوصل مثلا نتيجة بتاع فشل في الزواج يقولو كي مش منكم انتوما وانتوما سبب وانتوما حتمتونا عائلتنا وفيما كل مرة ويتقال ما غير ما بعد ساعات يقولو مثلا تجي تحكي معك الام تقولك اللي غالب راني صحيح غلط في لحظة غوش ما شفتك لحظة الغوش هذيك احنا ديك عليش ما دي بينا ديما عنا النسيون بتاع نتحكمو في رويا احنا وم بلوس لالدوليسانس سيت يون بريود تري كريتيك راه لالدوليسانس معنا كيما نعرفو تعدينا بها احنا فيها شانجمان سو في تغيرات كالكو سواء في الافكار في السلوك تغيرات فيزيولوجية في البدن دي ريقلو واغمونال دونك ديك بيدو يؤثر على الميزاج ويؤثر على برشة حاجات بعدها في بدنة دونك الصغير نحاولو هي مرحلة متعمر نعرفو كيفاش نتعاملو معا في المرحلة ديك وان شاء الله يوصل البر الامان